ترجمة نانسي قنقر منزل أستاذ الفنان محمود أبو غريب أنا محمود أبو غريب أنا إخلاص يخلف مقدمة برنامج ألبوم صور حابين أستاذ محمود نتشرف ونزورك في البيت حتى نتصفح معك ألبوم صورك يا ستي هذا الشرف كبير والله أنا وسأل فيك وفي التلفزيون أردني بكل أعضاء شكرا إليك الله يخليك من فضلك بس أخذ العنوان لو سمعت أكد بعندك أحمد يا حمادة يا سكر زيادة مش عاجبك اسمين يا سكر اسمين يا سكر حليكم معيين بجاً شوف من على الباب بسي أحمد اسم الله عليه أحمد 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 زبيلنا أحمد شمعون هلا سهلا زبيلنا فريح علي طبعاً أنا وراء الكاميرا مخرج البرنامج أحمد يوسف ومصور نبيل نصر أهلا السيد أحمد شرفته وأناسته أهلا السيد نبيل محلل أنا أتفضل فنان كبير نحتز به على مستوى الوطن العربي وخصوصاً أنا له محبة كبيرة عندي اشتغلتنا الأستاذ محمود مجموعة كبيرة من الأعمال وخصوصاً كان دائماً يكون يا دور أبوي يا أخوي فإلو محبة خاصة في قلبي محبوب وحقيقةً أنه قلبه كبير وطيب بتحس أنه بعطف على كل الجيل الجديد بتحس أنه بوجههم لم نرى على الأستاذ محمود أبو غريب أي تعالي على الإطلاق بتحس التواضع المحبب عند الأستاذ محمود أبو غريب في البدايات كنا نشوف مثلاً الأستاذ محمود أبو غريب كان نجم كبير لكن لما بلشنا نشتغل معه وجدنا بأنه الله يطول عمره أخذ بيدين كثير من الشباب وتعلموا منه ورحين نتعلم منه وندعو الله سبحانه وتعالى أنه الله يطول عمره حتى نستطيع أن نستفيد من تجاربه الكبيرة وقلبه الكبير من النواحي الإنسانية كثير من ارتاح لما يكون مثلاً في عمل ما بكون معنا من ضمن القروب فبتلاقي لك هي دائماً شبه الأب الحاني علينا أثناء التصوير مرحه ابتساماته الحلوة دائماً بتغطي وبتعطي الجورة ونق معين الأستاذ محمود أبو غريب هو بمثابة أب فلان كبير يعني والحقيقة الأستاذ محمود أبو غريب بتمتع بحيوية والشباب دائم والله يطيل عافية كان لما يعمل القهوة يصحيني الصباح وينديني أشرب مع القهوة ويقول لي شو عندك مشاهدي يا ابني اليوم أقول له عندي كذا وكذا 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 يسمى لي يلاقيني حافظ يقول لي روح خلاص ما أخاف عليك لأنه أبو غريب من البدايات أبو غريب من اللي في البدايات دعمنا ودعم أمثالي كتير كتير في شغلة تانية عن أبو غريب ما حد بعرفها لكن أنا بعرفها أبو غريب من أحسن الفنانين اللي بيقولوا منولوجست نعم بيقولوا منولوج فأنا بذكر منولوج وحفظته منه عن ظهر قلب بيقول فيه أبو العروس طالع فيها وأم العروس بتهويله أنا رحت يوم أخطب بنته وجابي لسه ما أبديله ما سألش عن أصلي وفصلي سألني جديش بدي أعطيله طبعا مع الفارق السني بيننا كثيرا إلى أن الأستاذ محمود أبو غريب هو مثل في الالتزام والانضباط الفني أولا من حيث المواعيد هو يحرص دائما على الحضور إلى المسرح قبل ساعة كاملة من العرض المسرحي أيام البروفات أيضا كان يحضر قبل مواعيد البروفات فهو منضبط للغاية عزائي المشاهدين أصعد الله أوقاتكم أهلا ومرحبا بكم مع حلقة من برنامج ألبوم وصور ويساعدنا في حلقة الليلة أن نكون في ضيافة الفنان الكبير محمود أبو غريب للتصفح معكم ألبوم صوره وذكرياته أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود أهلا وسهلا ستخلاص حياة يسعدني وشرفني أنكم تضيفونا في البيت المتواضع أنت والتنميزيون الأردني حتى نشارك الأخوة المشاهدين معنا في ألبوم صورنا وإن شاء الله أنه يعجبهم تفضل يا ستة هاي الألبوم نسترجعي الشباب أنت شباب دائم لكن نسترجعي الشباب وطفولة منهم أهلا الألبوم مدامك وخلينا نراجع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر انت صبيي عمرها تسعين سنة وأنا أجوز عمر تسعين سنة الله يرحمك يا أبا بكى يقول لي اللي بزرع ثلاثمية وخمسة وستين تينة بأمن عياله من الجوع كان لو جارت لياهم كطين تينة واحد يحتي اليوم بطعمهم وبطعم اللي حواليهم وبعيشوا للموسم الثاني زي ما أنا ملاحظة بالصفحة الأولى من القلبوم كلها بتجمع صور أطفال بياخدوا العقل يا ترى شو العلاقة اللي بتربط الفنان محمود أبو غريب مع الأطفال ملاحظة إنها علاقة حميمة يا شت السور اللي شافاهم الأطفال دول أحفادي منهم إشي هون ومنهم إشي بالسعودية مع حبارهم ومع أمهاتهم علاقة فيهم علاقة حب مش طبيعي أحبهم كتير في صورة زي ما انت شاف هناك حامل شنته في أغراض وينما بروح أي مكان بسافر فيه لما أطصر الطمان عليهم بقولوا لخودي يحكي مع أفلام من الأحفاد أيوة يا سيدي يا سيدي بدي كذا يا سيدي بدي كذا فبروحوا بشنتتين برجع بأربعة أو ست شنة أبو غازي بالمناسبة كم حفيد إلك؟ وديش عندك أولاد وبنات؟ شو هي أحوالهم الاجتماعية؟ وصل عددهم الآن سبعة وأربعين حفيد وفي سبعة أبناء أحفاد ما شاء الله يعني أربعة وخمسين مجموعهم ما شاء الله طبعا طلط العمر لفناننا الكبير محمود أبو غريب سمعنا من معدل برنامج بشير هواري بأنك تزوجت من أربعة فكل أولادك من الأربعة يا ترى؟ لا يعني أول واحد تجواجتها كانت إيطالية اللي منها ولد يعني بعرفه كان عمره أربعة أشهر بعدين قطعت الصلة بناتنا كليا إنما أولادي اللي موجودين الآن هما أربع أولاد أربع بنات هما من زوجة الأخيرة اللي هي بنت خالي الحمد لله كلهم اتجوزوا وكلهم أنجبوا كما قلت لك أدوث وصل عدد الأحفاد الله يفيد ولسه الحبل على الجرار الله أعلم مرر لنا أيضا الأستاذ بشير معلومة بأنه جميع أولادك الذكور سموا أسماء أولادهم باسم محمود هيا دعا الحقيقة يعني أولاد الأربع عام سمين حالهم محمود أبنائهم ففي محمود غازي محمود ناصر محمود نهاد ومحمود نادر كل أولادي لما أريد أن ألديهم بلديهم أبو محمود وبالصف لما تواجدوا عندي فلما أقولي يا محمود بردوا علي اتنين ثلاثة فأقولهم لا أنا بدي محمود غازي مثلا بدي محمود ناصر بدي محمود نهاد فبصير فيها أعملت ربك بس ربك محبب بعدين بناتي كلهم سمين محمود أخي وتمسمين محمود يعني إذا دل شيء هذا دل على شيء فبديل على مدى حبهم إلي بعتبروك مثل أعلى بالنسبة لهم أنا أيضا بحبهم مش بس أولادي لا أولادي وولاد أخوي وولاد أختي كلهم بحبهم عشان هيك هم بحبوني وبسموا أسماء أولادهم على يسمي أعلى الله يخلي لك يا أهم الله يخليك هذه الصورة بنت ابني سعدة كان عمره أربعة أشهر هلأ عمره تلتعاش هذه الصورة هذه لأخوها محمود برضو كان عمره نفس الشيء هلأ بشاء الله عمره 12 هذه الصورة بنات بنتي في السعودية هذه الصورة بتشوفي هذه في لندن كنت شاري لهم إغراد لأنه لما بطسل فيهم كل واحد يقول يا سيدي بدي كذا يا سيدي بدي كذا يا سيدي بدي كذا فبجيب له هذه الصورة لما تلاحظوا فيها مجموعة شوفوا الولاد النصاني هذا شايفاه هذا خطبناه في سنة الماضية في المتسلسة اللي عملنا في كازابلانكا الدر بيضاء في المغرب في بناتنا الشخص هذا له قصة هذا أحد تلميذي درسته في سادس ابتدائي وبعد ستة وعشرين سنة شفته في المغرب من حد ما شفته عرفته مع فرق السنين يعني وندقت عليه باسمه وقف ولف حاله وأجاني وهو يطلع فيه وهو مش مصدق أقول الأستاذ محمود مع أنه بعد ستة وعشرين سنة ستة وعشرين سنة أكيد معه المتغير طبعا من 12 سنة لحوالي 34 أو 35 سنة 38 سنة ومع ذلك ما غاب عن ذهني مطلقا وكانت مفاجئة الأستاذ أديب نفسه وكان يقول لي عمى بعد سنيني عرفته قلت له والله عرفته هذه الصورة أنا والزميل عادل عفانة في أمريكا في نيوجيرسي أمام الاستوديو الاستوديو يمكن ملاحظ أنه يحمل اسم المدينة العربية كنتوا بتتوروا مسلسل لا كنا بنعرض مسرحية اسمها البلادي عن تر الحقيقة الناس هناك فوجئوا أنه بشوفوا مسرحية إلى أبعاد ولا أهداف وبتشرح وقائع كانوا متعودين على حفلات سهرات عائلية وعشاء فلما شفونا على المسرح إشي غريب يعني طب مضمون الرسالة اللي حملتها هاي المسرحية للأشقاء العرب الموجودين في أمريكا الحقيقة هي بتحكي عن واقعنا المر خصوصا بعد حرب الخليج واقع سيء جدا وندعو فيها إلى نسيان الماضي إلى تمسك بالأهداف إلى الوحدة فهذا كمضمونها والناس كانوا مفاجئين إنه إحنا في أمريكا وندعو إلى الشي هذا كان إقبال عليها جيد جدا فعلا هذه السورة مسلسل بدوي عملنا في أبوظبي اسمه غزوة الليث يعني السورة أنا والإحسان اللي كان بستعمله في المسلسل يترى هل هناك علاقة بتربطك مع الخيل كيف تعاملك معهم كفنان من المفروض أنه تتعامل مع الخيل بكثير من المسلسلات البدوية فهل هناك علاقة حميمة بتربطك معهم الحقيقة كل إنسان بخاف من ركوب الخيل إلا الإنسان المتدرب كنا بنعمل مسلسل مرة وكان مضطر إني أركب خيل ففي مدرب أجنبي جاب إحسان وقال لي اسمه كذا ولازم تنديه ولازم تطعميه سكر وما تخافش منه يعني أعطاني دروس فعلا استعملتها فوجدت أنه في آخر الفترة لما اتدربت على الإحسان وأخذ عليه فتح الباب والإحسان لما شافني نديت عليه أجاني بسرعة لغت أني خفت منه وجاي مسرع لكن لما وصل عندي ووصل هذه أسر يعمل لي براسه هيك يعني هات نولني سكر غريبة شوية غزبني شافاني منشرح فيها وبرقص يعني بقلد سحية كاريوكا في زمناتها الحقيقة تعودني أحنا بعد من خلص المسلسل نعمل احتفال يعني احتفال أنه قدينا واجب علينا وقدينا وهم فكانوا هالشباب بقوموا برقص وكل واحد لما برقص بقيم واحد يرقص بداله فأجأت دور علي واللي آمني هو الفنان داود جلاجج حطني في مقلب لكن وجدت حالي أنه لازم أشارك فأمت وأديتها الرأس اللي شايف أستاذ طبعا أكيد الإخوة المشاهدين مستغربين أنه الفنان محمود أبو غريب ممكن أنه يقوم ويرقص لكن اللي بدي أسأله أنه المشاهدين بيشوفوا العمل جاهز على شاشة التلفزيون ما عندهم خلفية عن التعب والمعاناة اللي بيعانيها الفنان حتى يصل إلى النتيجة اللي بيتظهر على شاشة التلفزيون فيريد من خبرتك الطويلة نعطي فكرة لإخوة المشاهدين عن معاناة الفنان في التصوير والله إحنا ما بدنا ندوش المشاهد بمشاكلنا لكن بحب أقولهم أنه هالمسلسل اللي بيشوفوه ناعم أمامهم هذي بيفتكروا أنه إحنا قدمنا بهالطريقة هاي لكن لما يعرفوا أنه في بعض المشاهد تعاد عشر مرات وأحياناً سبعتاشر مرة بيشوفوا العنائل اللي إحنا منقيسهم يعني منكون أحياناً عرقنا بتلف بيكون عصابنا توترت الواحد نفسه في مجان قهوة مش قادر يحصل عليه فكل أشياء هذه ما بيشوفها المشاهد إحنا ما نقدمنا في شيء اللي يرضيه على حساب راحتنا وتعبنا فمشان هيك بعد ما تخلص هاي التعوى المعاناة نسميها المعاناة اللطيف من الفنان بتنهوها بسهرة بتنسوا فيها هموم العمل آه تنسينا لكن ما يعني ما نكاد ننسى حتى نفاجة بعمل جديد وبنفس بنرجع لنفس الرأس هذي صورة من أحد المسلسلات اللي كنا بنصورها في البحر والبحر إلو قصص معاي أبوي بحار إخوتي اللي أكبر مني بحارة خالي بحار يعني وأنا من مصغري بعوم وبسبح وبغضس تتعامل معا بأرياحية آه فكنا بنصور المسلسل أنا بقول لنش صغير وفيه وراي اللنش اللي فيه التصوير اتعطل اللنش اللي فيه التصوير أنا ضليت ماشي شفت مجموعة من أسماك الدولفين أنا بعرف الدولفين هذا صديقي بالإنسان فجبت اللنش بيناتهم وقفت الموتور وغطست معهم غطست معا في البحر أنا بسبح مبسوط يعني أنا عارف الدولفين من مصغري كنا لما شوهم نسبح بيناتهم في اللنش التالي كان لبولطمو قول أبو غازو وقع بينس أسماك القرش وأكلوه آه وراح فلعبت شوية وركبت اللنش شغلت ورجعت له شو اللي عملت قلت له أبدا كنت بسبح مع أسماك الدولفين دولب أصطقاء الإنسان وكذا وكذا فوجدت المخرج أكاد يغب عليه أبو غازي من خلال مجموعة الصور هاي اللي مأخوذة في العديد من اللوكيشينات نراك فيها بتتعامل مع البحر مع الخيل مع السمر قلت ترى هل هناك علاقة بحياتك الخاصة مع هذه الأشياء طبعا بالبر والبحر يعني إذا قلت لك أنا هواتي هي الصيد يقول أنا هابة هو صيد كتير بس الآن ما فيش عنده وقت لأروح صيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا بعلمي الصبري يصبر على صبري حبيبي جراري. محمود. تغني للصبر. أشتري؟ مأكلنا بشوقه. كيف صار الشعار؟ تماماً. حسب الشخصية المزبورة. شوف لي من وراء العرب. الدق خارج الفندق. حولك. استلمي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المطلوب مننا اذا يا سبعمية وتسع المطلوب كشف البلاوي اللي ممكن يخبوها بفنادقهم ومطاعمهم مثلا في معلومة تؤكد انهم صنعوا كريات بيضاء من اللبن لمجمد اصدق الجميد جميد حميد سديد مش مهم احتمال كبير يكون اخفو فيها فيروس خطير قادر على الدمار الشامل لانسجته خلايا المخ شو بتقول فيروس بالجميد يا يا ومعرفت مين اللي بدير لعمليات هاي المعتقد انه الدبور ابو اوات ودب ابو الخلجز بنته وانسناس ابو مهاوش اخوه الممول الرئيسي لكل هالعمليات مين بالله ابو مهاوش يا ابو مهاوش هذا بالذات متهيق لنموخه مفضي تماما 0019 من اول مبادئ تجسس انك ما تستهيني بالاشكال معك حرف اوكي المهم شو اهدافنا الان وبالتحديد اهدافنا ما يلي تفتيش تفحيص تمحيص كل ما له علاقة بالمواد المصنعة محليا مراقبة كل كلمة وتحليلها وتسجيلها كشف علاقة الدبور ابو عواد بكل زباين الفندق اللي بتتساب فيهم في ناس محددين او نو 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 بمناسبة الحديث عن المسرح طبعا الجمهور الاردني ومحبي الفنان محمود ابو غريب لاحظوا عودة ميمونة الى خشبة المسرح بعد انقطاع طويل هو ايضا في الاردن بالذات اللي هي بمسرحية طعا وقايمة اللي لاحظنا قبل شوي منها وشفنا مشاهد ايه ترى العودة الى المسرح كيف ترىها الان الحقيقة العودة الى المسرح مش عملية سهلة بعد انقطاع زي ما قالوا 16 سنة انا ما انقطعت 16 سنة كنت بعرض في الخارج يعني عرضت في الكويت مسرحي التين عرضت في امريكا مسرحية حتى اتصل فيه الاخنا بالمشينة وعرض عليه الاشتراك في المسرحية الطعا وقايمة تأليف هشام يانس لكن غسان مشيني ادخل عليها فاصبح التأليف مشترك بين التين حتى وصلت الى المرحلة اللي وصلت فيها الان حقيقة الاستاذ محمود ابغريب اذكره في بداياتي المسرحية جاء من بدايته ووقف على خشبة المسرح فنانا كبيرا مع انه بدأ بادوار صغيرة ولكن الدور الصغير لا يعني بان هناك فنانا صغيرا محمود ابغريب بدأ معي في مسرحية افول القمر عام 1968 وقلت بان هذا الفنان سيكون له شأن وبصمات واضحة في الحركة الفنية الاردنية وفعلا ما خاب ظني في هذا الانسان الخلوق الفنان المثقف الدمث في خلقه واستمر حتى ظهر المسلسل التلفزيوني وانتشر عربيا وكان للأستاذ محمود ابغريب شأن كبير من خلال المسلسلات البدوية في السبعينات وقد استطاع ان يلفت الانظار اليه من خلال ادواره كشيخ في هذه المسلسلات البدوية محمود ابغريب صديق عمر وهو ترك في نفسي انطباعا كبيرا وجيدا واعتقد بل اؤكد بانني الذي سميته شيخ الفنانين الاردنيين سميته شيخا للفن الاردني لفنه وخلقه الأستاذ محمود ابغريب ملتزم جاد دخل مهنة الفن وهو مؤمن بها ايمانا كاملا واستطاع ان يمارسها واستطاع ان يكون قدوة للفنانين الاخرين انا سعيد الان وفي هذه الفترة بانني استطعت ان اجذب محمود ابغريب الى خشبة المسرح وهو الان معي في مسرحية طاعة وقايمة نسير معا بعد هذه المسيرة الطويلة او المشوار الطويل واجده ربنا يطول عمره بصحة جيدة عندما يؤدي عمله بصحة قوية يقف على المسرخ كشاب مع انه تجاوز العقد السادس من عمره يقف كشاب صغير متحمس محمود ابغريب اتمنى بان يكون كل فنان يتصرف كما يتصرف محمود ابغريب لا استطيع ان اقول اكثر من ذلك ولكن بالنهاية اقول محمود ابغريب قدوة لنا جميعا في مسيرتنا الفنية انا سعيد جدا اني عطل المسرح مسرح حياة الفنان الفنان لا يعتبر فنان الا اذا قدم على خشبة المسرح عدد كبير من المسرحيات خلال عمله في المسرح الاردني قدمت 32 مسرحية اي نعم منها المسرحية هذه اللي شافة قدامك عرضت عام كان هاي المسرحية هذه يمكن في 75 74 اسمها ايش كانت تحمل اسم اسمها مذكرة من جبل النار هي تأليف الاساس محمود الزيود واخراج الاساس عمد شقوم موسيقى 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 حتى تمسال حتى تمسال الحرية يا جبل النار يبرول صغر يا جبل النار صار وصوار وحشارك مرخل تهدر بالليل نهار يبرول صغر يا جبل النار صار وصوار وحشارك مرخل تهدر بالليل نهار يا جبل النار المقوين يا بشعل درم الوطني يا جبل النار العضوي يا نشعى النار الوطني يا نسانح يا نسانح يا نسانح الإنسانية حتى تنسال حتى تنسال حتى تنسال الحرية يا جبل النار منزلنا بالمسرح أبو غازي وهي على ما يبدو صور قديمة منه صورة زي ما انت شايفة لو بدنا نلاحظ علي عبد العزيز كان أيام شبابه محمد العبادي كان أيام شبابه محمد بدر النصوج هم بيّن أنا يعني ما أخذ الطايب قبل يمكن 18 سنة كمان يعني كفنان محمود أبغريب أستاذ كبير من خلال تجربتي معه في العمل من الناس الملتزمين جدا أمري ما أجيت على موعد التصوير إلا ألاقي محمود أبغريب قدامي أمري ما دخلت مسلسل وكان مشارك فيه أبغازي وأنا إلا ألاقي محمود أبغريب محضر لشغله ومهتم في كافة أدواته الفنية حريص صادق مخلص جوانب كبيرة يتحلى فيها أبغريب كفنان وكأستاذ حقيقة الأستاذ محمود أبغريب مشوار طويل ورحلة عمر باعتبرها فبداية معرفتي في سنة 1968 وكنا نعمل في أسرة المسرح الأردني فالتقينا في المسرح قبل التلفزيون وبدأنا مشوارنا في المسرح وشاركنا في كثير من المسرحيات إلى أن بدأت رحلتنا في التلفزيون الأردني الأستاذ محمود أبغريب باعتبره رفيق درب ورفيق عمر صديق عمر لأن أغلب رحلاتنا ومشاويرنا كانت دائما مع بعض فهذا المشوار الطويل هو تاريخ والحقيقة أنه الوقت الغير كافي هذا اللي بنتحدث فيه باعتبره لا يفي بالحاجة أو بالغرض المقصود ولكن أستطيع ما أمكن أن أعطيه حقه الأستاذ محمود أبغريب تزاملت أنا وياه من المسرح إلى التلفزيون وتحولت هذه الزمالة إلى صداقة ومن الصداقة إلى الأخوة لدرجة أنه كنا ننزل عندما نسافر مع بعض في إحدى الرحلات التلفزيونية دائما وأبدا أنا وياه في غرفة واحدة ننام في غرفة واحدة نأكل مع بعض ونمشي مع بعض والروح مع بعض لأنه كلنا دائما أنا وأستاذ محمود أبغريب في هذه الرحلة الطويلة قاسم مشترك لأغلب المسلسلات التلفزيونية أبدا يعني ما أذكر نادر نادر أن يكون هناك مسلسل لم أكن أنا فيه أو لم يكن هو فيه فدائما وأبدا كنا دائما مع بعض سواء في الأردن أو خارج الأردن وأقول الحق أن الأستاذ محمود أبغريب هو من الممثلين القديرين الممتازين الجيدين الذي يقوم بدوره ملتزم يحفظ دوره كاملا ولا يتأتى منه أي شيء يحرج أي مخرج أو أي منتج وكل الزملاء يشيدوا بهذا الزميل العزيز الكريم وإذا كان هناك بعض الملامح فأتركها لكثير من المشاهدين الذين يشيدونه بتمثيله وقدرته على التمثيل وسواء وضعته في أي موضع من المسلسلات يقوم بأي دور خير قيام ويجيد أي دور ولا شك أنه ممثل جيد وممثل قدير هذه برضو مجموعة من الصور اللي عندي مثلاً هذه الصورة هذه في شيكاغو في أمريكا ويعني الليل اللي قضيتها في شيكاغو لها الهول ليه؟ كانت درجة الحرارة 30 تحت الصفر كنت أتجمد لولا إنه الله رزقني بباب هيك دفعته باب محل ويزبيه سوبر ماركت وفرن تعرب من حد ما شفوني مسكوني ودخلوني وعالفرن جوه رأسا ولكنت اتجمد فعلاً طب المعاك الفتاتين دي ملاحظينهم بالصورة هادي إم كنتي إم محمود زوجة ابن ناصر هادي إمها وهادي صديقة إليها كانوا عازمين على العشف في أحد المطاعم يعني احتفقنا فيه وهادي الصورة صورة أصغر بناتي وزاي ما قالوا سألوا حكيم مرة قالوا أي أولادك أحب إليه الصغير حتى يكبر وهذه الأنها أصغر بناتي وكانت أحب إليه قلبي من غيرها حتى كبرت وتجوتت والله سهل عليها هذه الصورة صورة أولاد أخوي وأولادهم الصغار يمكن تلاحظي هذا الفنان محمد أبو غريب اللي ما أخذ طبعا صورة قديمة ومباين لساته شاب صغيره بداياته وما زال يعني المحتفظ بشبابه طبعا الفنان المطرب محمد أبو غريب من المطربين الشباب المعروفين وأصبحوا من الفنانين اللي إحنا بنعتز فيهم في وطننا لكن اللي بدي أسأل أبو غازي عمر طويل إن شاء الله تجاوزت السن السبعين عصرت أكيد خلال مشوارك الفني وعمرك المديد العديد من الأجيال الغنائية يا طولة لو سألتك سؤال صريح شو رأيك بالمطربين القدامة والمطربين الجداد أيضا من المطربين الجداد أغانيهم والموسيقى الحقيقة إذا بدنا نقارن بين الغناء القديم والغناء الحديث ما في وجه شباية كبيرة زمان كانوا بسموهم المطربين كنت تسمع لما غني عبلوهاب أو مكلسوم أو فريد الأطرش أو محمد عبد المطرب أو كرم محمود حتى قبلهم الصفتي وسيد درويش بنقدر نقول طرب المطربين فعلا الفرق بينهم وبين أغاني الأيام هذه هي أداء المطرب في الأيام هذه يؤدي أغنية بصوت بعضهم بصوت جميل فعلا ممكن تطربلوا وبعضهم بصوت أصبح الميزة الوحيدة فيه هو شوية موسيقى صاخبة على شوية كلمات أحيانا زي اللي بقولوها نار يا حبيبي نار فول بالزيت الحار شوفوا الفرق بين هذا وبين هذا مش منطق يعني وفي منهم لهم أصوات جميلة وبيأدوا لكن الأغاني الحديثة لا ترسق في أذهان الناس شوف الأغاني القديمة إن كان صالها أربعين وخمسين سنة وما زلنا نطرب ونستمع إليها أغاني الأيام هذا الواحد بيسمع الأغنية بعيش معها يمكن أسبوع أسبوعين بتكتير شهر شهرين بعدين بتروح تماما زي سندوش الفلافل الواحد بيأكله بيستمتع فيه وبعد نفس ساعة بنساء أبو غازي بتردد على ألسنة العديد من الزملاء في الوسط الفني بأنك تمتلك خامة صوتية جميلة بتدندن لهم في بعض الأغاني خلال السفر وخلال العمل ما بعرف هل سيكون حصة لمشاهدنا العزيز بأنه يسمع صوت أبو غازي الفنان ظلموك فقالوا الحياة أمو أنه إحنا أحيانا أني حرول الإنسان أنه يدندن لكن مش يطرب ما بدروا لحاله مطرب أو لحاله مغني لا كل إنسان بحب يدندن أحب شيء عندي إنما نكون مجموعة بنغني مع بعض فكل واحد يمارس هواتي وصوت الأجش في طرق إطراب الناس أو غيرها يعني بس أنا من أجمل الأغاني اللي أحب هي فعلا نوني لم تلسوم اللي بتقول حيارتي قلبي معاك وأنا بداري وخب ورأيي بما قالوا بالنسبة للأغني الشبابي أنا طبعا بشجع رأيه لأستاذ محمود أبو غريب عمي وحبيب قلبي كونه تقريبا إن عدمت الكلمة واللحن في العصر اللي إحنا فيه نحكي عن الأغنية القديمة وأغنية الطراب أنا معه برأيه وأنا دائما وأبدا بأستمد أي شيء بخص ألحاني وغني دائما وأبدا بأخذ رأي عمي محمود أبو غريب لأنه هو صاحب الفضل علي في بداية حياة الفنية لأنه أنا كنت مشترك معه في بعض مسلسلات في السبعينات أعتقد فهو دائما وأبدا بيوجهني للطريق الصح في اختيار الكلمة والنص صحيح دمك خفي وشقارك حلوة عاجبني قرقص لي بدون تكليف وبلاش دايما تتعبني يصمر أنا قلبي حبك من أول مرة قابلتك يشقر أنا قلبي حبك من أول مرة قابلتك يصمر أنا قلبي حبك من أول مرة قابلتك وعشقتك بالأمانة للرقة لابتسامه وعشقتك بالأمانة للرقة لابتسامه أشقر يا جميل يا بشاك أسمع يا جميل يا بشاك من أخبتك يا أنا وياك أسمع يا جميل يا بشاك من أخبتك يا أنا وياك من أور مرة قدمتك بالأمانة للرقة لابتسامه أمان عليك ما تعذبني غرامك زي الريح بيوديني وبيجيبني يصمر القلب جريح أمان عليك ما تعذبني غرامك زي الريح بيوديني وبيجيبني حاسب عليها شوية أنا ما استحملش قاسي حاسب عليها شوية أنا ما استحملش قاسي وأحبك في الأمانة ننرقط من ابتساؤها وبحبك بالأمانة من رئت للتسامة أصمر يا جميل يا بشان فيما يبدو أبو غازي هاي الصورة في الديارة المقدسة؟ أي نعم هذه في موسم الحج سنة 1985 رحت أنا والحج الله يرحمها وولادي من هون كلنا رحنا حدينا ودينا ما علينا من فرود إلى الله سبحانه وتعالى الحج متعة وهذه مش أول مرة هذه ثالث مرة أنا رح أحج فيها واعتمرت يمكن عشر اتنعشر مرة ومتعود أروح كل سنة كل سنة يعني في التاسع عشر من رمضان بروح حتى أدل عشر الأيام الأخيرة من رمضان في الحج من رمضان في الحج بين مكة ونحيلة القدر في مكة من أمتع ما يمكن يعني إذا ما تشايفي الصور بتعيدنا للذاكرة عشر سنين أو ثمان سنين للورع أبو غازي بما أنك في معرض حديثك ذكرت بأنك تؤدي العمرة في خلال شهر رمضان الفضيل يا تورا لو سألناك ماذا يعني هذا الشهر المبارك للفنان محمود أبو غريل شهر رمضان هو أمتع أشهر السنة مش بالنسبة إلي بس أنا أنظر لمن حولي لأولادي لأحفادي لما بيقبل شهر رمضان بكون عندهم فرحة غريبة جدا شهر عبادة شهر تقوى شهر قرب شهر قرب إلى الله سبحانه وتعالى بأد الإنسان معالي من فروض تصور أنه كل الأشهر للإنسان أما رمضان فهو لله وهو يجزي به يعني أحيانا أشعر بأسة في شهر رمضان في أول يوم أحيانا تغرق عيناي بالدموع لأنه بشوف أنه فيه أولاد إلي وبنات إلي مش موجودين معاي عادتنا في رمضان أنه نشمع العيلة كلنا وقت الإفطار نقعد كلنا محلقين حول الصفرة ننتظر المغرب لما يقدن عشان نقول اللهم أن نصمنا إليك وأفرنا على رزقك الصغار قبل الكبار الحياة برضو بتعود بي الذاكرة إلى رمضان زمان لسا كنت بدي أسألك عن الطقوس والعادات المتبعة القديمة في هذا الشهر أقول لك من بعض أشياء منها كان بيتنا في فبعيد عن مكان المدفع اللي كان بضرب حوالي ثلاثة كيلومتر فكننا نروح عند المدفع ونشوفه لما بضرب ونأخذ المشوار ثلاثة كيلومتر رماح على رجلين حتى نصل للدار وبعد الإفطار نتحلق أولاد الحارة كل واحد حامل فروس بإيده ونروح نلف ونغني أغاني رمضان بيتنا ماذا كنتوا تغنوا وأنتوا حاملين هاي الفوانيس؟ فكنا يعني بالفوانيس وبفرح نقول نيجي على باب دار ونوقف ونقول لوما أهل الدار وما جينا يردوا تنقولوا يا حالي ييه ولا تعبنا ولا شئينا يا حالي ييه ولا تردونا عشم يعني عشمنين أطفنا الخوخ مع الرمان حلوا 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 الكيس وعطونا وعطونا حلوانا صحني بقلاوة وأطايف وكذا هاتي الأيام للأسف الشليل وتعودوا إلى البيت ومعكم الحلوة بنعود والواحد حامل حمل القطين والطمر والأطايف والكعك وفي ناس مرات يعطونا مصاري بس إحنا فرحنين القيام هذه مش عم بشوفها مش عم بسمعها في رمضان كنا نطلع مثلا نزور بعد كان الكهرباليس مش واصلة لمناطقنا فتلاقي الفوانيس ماشي بالشوارع بشكل رومانسي جميل وفوانيس ملونة كان يعني يتفننوا صناع الفوانيس فيها فتجدي لوحة لوحة في رمضان تختلف عن كل أشهر السنة للأسف إحنا الآن ما في منها دي حتى صوت المسحر دي كان يجي ويسحر ويمدح يعني من بعض المدائح اللي كنت أعرفها في رمضان كان المسحر قول يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام قول يا مصطفى من غرامك لم بنام الليل سيعة بصلي وسيعة بمضحك يا زين ويطبل على الطبلة فكان يصحينا وكنا مرات نطلع ورا المسحر وهو بلف الحوارج حتى نحفظ اللي بيقوله الآن بتشوفيها حاملها الطبلة أو تنكة وبقول طخ 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 واحد والله طب أذكر الله أنت امدح شيء فكان رمضان القديم إلى متعة إلو شيء الآن نحن في رمضان نصوم نفطر بنقعد نتفرج على التلفزيون مسلسل ديني حتى العلاقات الاجتماعية المفروض أن يكون فيها طوال وتراحهم في هذا الشهر الفضل صارت والله صعبة يعني الواحد إذا طلع يزور بيت أخوه أو بيت أخته بيلاقي بدي روح بدري لأنه بدي أقوم لأشغاله الحياة قتلتنا الحياة قتلتنا أكلتنا بالأحرى أستاذي محمود أبغريب كثير من المسلسلات فكان حريص على زملائه في العمل ودائما ودود وبلاحظ وبوشوش الممثل أنه سوي هيك وعمل هيك وكثير حكالي كثير وشوشني أنه ممكن هيك أحلى وهيك أطيب وهيك أحسن وبيظلي أستاذ هو أستاذنا محمود أبغريب علمنا كل الصدق في الفن هذه ليست مجامرة أنا شخصيا كمحمد عواد إلي تجربة شخصية وفنية غير عن الزملاء مع الأستاذ محمود أبغريب الحقيقة أنا أول ما أجيت على الوسط الفني لحسن حظي أني عملت مع أستاذنا محمود أبغريب وتشرفت بإني أكون في أول مسلسل أشارك فيه مع الأستاذ محمود أبغريب أستاذ محمود أبغريب صديق صدوق وأستاذ وإلنا طرايف أنا وياه مع بعض كتير زي مثلا أنا دايما بروح عنده على البيت وبزور ومن حد ما بروح برحب فيها وبيقدم لي شو ما بيكون عنده فيوم من الأيام رحت أنا فانبسط كتير فبدو يقدم لي كوباية شاي في نجان قهوة فأشار لهم في البيت فندوه قالوا له يا بابا بس فيش عنا غاز قال أوه طب خلي يعمل الشاي على الفيديو حقيقة أنا حينما بدأت تليفزيونيا كان هو أحد العاملين في ذلك المسلسل تبناني بشدة أخذ يسدي النصح لكيفية التعامل مع هذا التكنيك الجديد مع التليفزيون مع الأجهزة بعد ذلك توطدت علاقتنا وسافرنا عدد كبير من المرات إلى استوديوهات اليونان في كذا عمل إلى استوديوهات الخليج حقيقة محمود أبو غريب هو أب مثالي لزملاءه من الفنانين حول الفن الحس الفني المرهف أسوق حادثة أثناء تصوير مسلسل المهر وهو من بطولة مجموعة من المثلين الأردنيين والعرب وعلى رأسهم الفنان محمود أبو غريب المشهد إبلاغ الفنان أبو غريب عن فقد ولده الوحيد طلبت من الفنان أبو غريب أن لا يبكي أن يتماسك أمام زوجته وابنته الوحيدة لمحاولة ضبط شعورهن في هذا الحدث الكبير قلت له أن يتماسك ولا يبكي أثناء إبلاغه وأثناء المشهد سمعت صوت غريب في الاستوديو حاولت أعرف مصدر الصوت كانت وسيلة الاتصال طبعا بيني وبين الزملاء الفنيين المصورين ومدير الاستوديو قلت أنه في صوت غريب في الاستوديو يا زملاء وجدت أحد الزملاء المصورين بيعطيني صورة أبو غريب على كاميرا غير مستعملة في المشهد وهو ينشج ويبكي بحرارة رغم أنني طلبت منه أن لا يبكي في المشهد بصفته الأكبر وأن يتماسك أمام زوجته وابنته الأستاذ الفنان المخضرم أبو غريب طبعا كما هو معروف أنك بدأت في العمل الدرامي التلفزيوني منذ بداياته الأولى قدمت العشرات من المسلسلات وما زلت تقدم أطار الله في عمرك فهلك أن تحدثنا عن ظروف العمل التلفزيوني بين القديم والحديث انطباعات ذكريات صعوبات كتاب مخرجين ممثلين شيوخ شباب أيضا ما مدى رضاك عما قدم في تاريخ الحركة التلفزيونية بشكل عام وعنما قدمت أنت بشكل خاص يا بي هذا السؤال هذا هذا جريدة ما تخصنيش هو مع ذلك يعني الواحد بده يرجع 25 سنة إلى ورا في بدايات التلفزيون الحقيقة معنى كان فيها عبارة عن السوديو واحد والسوديو صغير إنما كانت تخرج منه أعمال رائعة أمال قوية مخرجون وكتاب ومهندسين ديكور وإضاءة وكلهم كانوا بيبذلوا مجهود كبير حتى الحمد لله أصبح اسم الأعمال الأردنية في الخارج مميز بين الأعمال العربية عبر المشوار الطويل هذا الآن بدأنا يعني نتراجع شوي لأنه كثرت أو بالأحرى كثرت شركات الإنتاج وأصبح فيه تنافس التنافس أدى إلى هبوط مستوى بقولها وأنا متأسف طبعا إلى هبوط مستوى الفن الأردني فكان العمل قديماً كان يكون مدروس كتير مخطط له كتير الآن صارت العملية عملية بس يلا لحقني ونخلص لكي نستفيد تجارياً ونبيع ونحوش فلوس أو نحوش مصاري ونحوش فلوس لكن هذا لا يمنع أن يقول أنه في بعض المنتجين ما زالوا يبحثون عن الأفضل وهدول تجدهم قلة للأسف الشديد والكثرة منهم أخذوا الخط التجاري حتى أنه أصبح في العالم العربي اللي زرناه يتحدثون أنه ليش مستوى الفنان الأردني أو الأعمال الأردنية يتراجع شفايا وهذا السبب اللي بخليني أنا كمان أتساءل ليش إحنا منرجع الوراء ليش؟ أنه التجارة؟ لا المفروض التجارة عشان تكون رابحة تكون جيدة نقدم أعمال جيدة وبالتالي يزيد الإقبال عليها ويصير عنا دخل جيد من الإنتاج للأسف الشديد إنه بتمر ظروف عنا سيئة بالنسبة للفنانين فبضطروا يقبلوا أي شيء أنا كتير عرضوا عليه مسلسلات ورفضتها الموضوع ما كان يشدني وما كنتش ألاقي نفسي في الدور اللي هو مرسوم لي أو مكتوب لي فكنت أعتذر عنه وفي رأيي إنه كل فنان يجب أن يقوم بنفس العمل ما يقبل أي دور اللي بناه في السنين عديدة يجب أن لا يهدموا من أجل مبلغ زهيد من المال بيأثر على مستقبله كفنان أبو غازي هل لك أن تعلق بانطباع سريع حول ما يلي المسلسل البدوي الأردني؟ المسلسل البدوي الأردني الحقيقة هو جزء من تراثنا وفي عاداتنا وتقاليدنا وعرافنا المسلسل الريف الأردني؟ يعالج مشاكل الأرض والتمسك فيها لو سألنا أيضا عن المسلسل المدني الأردني؟ الحقيقة عندنا مشاكل في مجتمعنا أو في المدن عندنا تحتاج إلى معالجة وهذا ما نقدمه من خلال مسلسلاتنا اللي نسميها الحضرية المسلسل التاريخي؟ التاريخي بالنسبة لي والله من أصعب الأعمال اللي أنا بدها جهد كبير وبدك تبرز شخصيات تاريخية ما تسئلها من خلال الدور اللي بتأديه أيضا المسلسل الذي يحكي نضالات الشعب العربي؟ هذه أهم المسلسلات اللي يجب أن نعالجها ونعالج مواضيعها ونتمسك بها ونبرزها ونعرضها مش إلنا بس للعالم أجمع طب بصراحة لو سألناك أبو غازي أيهما تفضل في العمل فيه أكثر من الآخر؟ أنا لا أفضل عمل على الآخر العمل اللي فيه نص جيد فيه مخرج جيد فيه ممثلين كل واحد ناخذ مكان المناسب فيه مهندسين ديكور فيه مهندسين إضاءة فيه مصورين ممتازين فيه رأيي هذا العمل بكون ناجح وهذا اللي بقبل عليه شو فعل عشان نضلنا أصحاب خد هدوني شكرا عمو لا عمو ها لا دخليني أزعل منك أنا حبيتك كثير عشان أضلنا أحبك لازم تخده رجدي وين مواتي يمكن في المطبخ شدها لك يا وديها بالضياغ تكون من الأوائل في المدرسة شاب وين الثور يا سيد ولا ضيعته ولا ضيعته يا سيد وين الشافية يا سيد ولا ضيعتها ايه تضحك علي ولا هاي الشافية 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 ضاعت يا سيد حالنا ومالنا يا سيد ضح حالنا ومالنا ضح حالنا ومالنا ضح حالنا ومالنا ويا باب الدار ونهدي على الي راحوا間 تبت توقف إلحك يا سيد إلحك من ما حدا يلكفها يا سيد إلحك سيدي رباح فرح يا شحدي أنخاك ولا أنخذيب يا سيد سيدي رباح أنا بجيب لك الشفية مثل الطير الطاير بس بتجوزني نايفة بجوزك اللي بدك إياها بس تركض يا سيد اجري سيدي رباح اجري يا سيد حال نومان نضاع حال نومان كل شي بتشفي سيدي رباح سيدي رباح عندما كتبت هذا الفيلم التلفزيولي كان في ذهني عدد من الشخصيات التي تمثل شخصية موجودة تراثية في الشعب الفلسطيني لها امتدادها التاريخي ولها امتدادها المستقبلي وعندما وقع الاختيار على الأستاذ محمود أبو غريب ليؤدي هذه الشخصية كان له أيضا نفس وجهة النظر فقد كان يعرف وعايش شخصية سيدي رباح من خلال أشخاص واقعيين عديدين وقد فوجئت عندما اجتمعنا أول مرة في في التدريبات أنه هو الذي يحدثني عن شخصية سيدي رباح وشعرت خينها كم أثر معلوماتي كونه عايش عايش مرحلة زمنية أنا لم أعايشها وإنما سمعت عنها شوفي عندك أخبار الأخبار عند عبد الفتاح آه أنا أنا طول وقته في المصبنة من أين تأتيري الأخبار كيف من أين تأتيك الأخبار والفلحون الذين يأتون إلى المصبنة كل يوم آخ يا شيخ رجب والله بالنسبة للفلحين أحوالهم صعبة أكيد أكيد هذا الكلام والوعود التي قطعوها من أجل تحسين أحوال الفلحين والوجهاء الذين لا يفارقون مقر الحاكم حكي كل حكي لماذا؟ لأنهم قرروا أن لا تستمر في دراستك الجماعية هذا كلام معقول؟ هكذا قرروا وأنت يا ماري ما رأيك؟ هل توافقي؟ افترض أنني لا أواثق ماذا أستطيع أن أفعل؟ ماري هذه حياتك وأنت مسؤولة عنها ماري هذا قرار خاطئ يجب أن ترفضي منذ متى يسمحون لنا أن نرفض يا إبراهيم؟ منذ متى؟ تجاربي مع الأستاذ محمود كثيرة ولكن أمتع هذه التجارب كانت ومن أوائل هذه التجارب كانت في مسلسل إبراهيم طقان وقد كان هذا المسلسل بالنسبة لي أول فرصة حقيقية في تلفزيون بأن أكون بطل لمسلسل يحمل اسم إبراهيم طقان والأستاذ محمود كان خير عون إلي ساعدني جدا وأفادني بخبرته بشكل عميق وكبير أهم ما يميز الأستاذ محمود خارج التصوير أنه إنسان رائع وأب جميل وحنون وصياد بارع أيضا ترجمة نانسي قنقر مشي معي يا أجمل الأحباب يا هاب مش تقلبي أنا تشوف أحباب مشي معي مشي معي تنعود بعد غياب وننزور طار الوفاة ونبوز عدايا هاب قالوا ما زال ما زال رب السماء واحد بكلك تياب ماشي معي نحافظ عليك تياب وهو كل الدنيا كل الدنيا فيها وطن وطراب لكن وطنر دواب دموعنا طراب وهو شو هم شو هم نور الشمس لو يوم عنا غاب وجاك حبيبي حبيبي أمر ضيط طلب غياك شو هم عن هدني عن هدني لو راح جسمي وداب ناتي حبيبي ضريحك فتح لو راح جسمي وكاتب يا راح جسمي وزار faire موسيقى 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 يبدو هاي الصورة من مرحلة الشباب هذه يا ستة بتعود بالذاكرة لأربعين يمكن من أربعين سنهاي سنة الخمسين فكرها بالضبط الهيئة التدريسية اللي كنا مندرس مع بعض جميعهم لكن دوايتها ما كانش في ملوى الأيام والصورة اللي تحتها هاي يمكن سنة الأربع وخمسين المادة اللي كنت تدرسها ابو غازي ايش؟ انا كتخاصص انجليزي لكن بجانب هذا كنت قدرت تربية رياضية وكنت ضابط مدرسة وكنت باحث اجتماعي يعني المدرسة كان لها مدير ثم بعده يجي محمود ابو غريب مشاكل الطلاب الحضر والغياب المرضى الحالات الاجتماعية كلها ابحثها بجانب ذلك كنت اشرف على التربية الرياضية طيب ابو غازي قبل ما ننتقل للصورة اللي بعدها بحضرني الآن سؤال هو نظرة الطلاب للأستاذ قديما وحديثا اذكر انه في القديمة ايضا بس مع الكبار في السن بيحكوا انه كنا احنا نخاف نمر من الشارع اللي كان الأستاذ مر منه مش خوف فقط ولكن احترامه حيب إله الآن مع العصر الديمقراطي ونهج الديمقراطي اصبح يناقش الطالب التلميذ بشكل صريح جدا زمان انا اذكرها كويس حتى ايام ما كنت تلميذ كنت لما اشوف المدرس جاي من رأس الشارع اختفي يعني ادور وين بدي اتخبى حتى عندما صرت انا مدرس كنت لما امر بالشارع الاحظ الطلاب من بعيد وهم بيختفوا في الشوارع كنت لما ادخل على المدرسة لاني ضابة مدرسة ومسؤول عن النظام فيها كنت يكفي ان اقف على المنصة وبعد لحظات ما بتسمع واحد في المدرسة بحكي مش خوف لا لا احترام احنا ما كنا ارهابيين ما كناش نرهب الطلاب اللي بيستاهل العقاب كنا من عاقبه ومش انتقاما منه بل لتقويمه الان يعني اللي عام بشوفه شيء مختلف كتير عما كنا احنا فيه طفل صغير ممكن ما يردش على استاذه يغيب عن المدرسة ما فيش ايلو عقاب يقول له رجيب ولي امرك او لي امرو ما يجيش يلا ماشي الحال لا فقدنا شيء نحن نقول انه حرية الطالب يعني مساعدة الطالب تهذيب الطالب نعم لكن ايضا لازم يكون في اشي اسمه قانون لازم يشد على طالب لازم يكون في حزم الطالب الطالب المعوج بده تقويم كل شيء اعوج لازم يقوم واللي لا يقوم باللين يقوم بالشكوش يعني حديد عوجة ما بقدر اتنيها انا بايدي باضربها بالشكوش شوي شوي نحن لا نضرب الطالب يعني كنا زماننا لا نضرب الطالب انتقام منه لا بالعاقش لتقويمه حتى مش لتقويمه من ناحية دراسة لا واجبنا انه ندرسه ونوصل معلوماته له بطريقة سلسة ولطيفة لكن اهماله اهماله بواجباته اعتداءه على الطلب غيره اعتداءه على اهله اعتداءه على الناس هذا لازم يعني الهدف هو التربية ثم التعليم التربية ليش بقولك وزارة التربية والتعليم ورسول حظ على هيك الداعي بهم سبعا وربوهم سبعا وأدبوهم سبعا التربية السورة الي امامنا هون هاي اعتقد فيها اشي يتعلق بالرياضة نوعا يا ستي هذه سورتي وانا بنظم مهرجان رياضي كان يقام كل سنة للمدارس الاتدائية والعدادية والثانوية كل سنة لازم يقام مهرجان رياضي وألعاب قوة لجميع الفئات مش عارف ليش القرضة العملية هذه مع انه جميلة جدا حلوة يمكن كان من اكم سنة بنت ابني قالوا بدا تروح علشان تعمل تشترك في مهرجان رياضي كنت مبسوط كنت سعيد جدا قلت لي شو بدك لبس انا مستعد شو بدك مصروف شو بدك اكل لانه هذه كانت انا فيه فيه موجودة وكنت افر في كل المدارس احيانا انا كنت اوضع تمرين واوضعها مع الموسيقى لان انا دارس موسيقى نحاسية اختار مقطوع موسيقية فيها ايقاع تمرين وانظم التمرين على هو الموسيقى فلما تيجي الفرق الموسيقية بدها تعمل بروفات مع الطلاب اقول لي اعطيني المعزوفة كذا اقول لي انت اقول لي مالش انا مركب التمرين على المعزوفة فيعزفها كنت انا اغنيها للأولاد هم يلعبوا الحركات فمجرد ما كانت الفرق الموسيقية تعزف الولاد يتحربوا فقول انت سهلت علينا المهمة فهذا الصورة بتذكرنا فيها والصورة اللي والصورة الاخيرة يا ستي كنا ايضا في كل سنة في العطلة المدرسية هذا الكل هم مدرسين التربية الرياضية اكثر من ستين واحد نجتمع على شكل دورات للتربية الرياضية نناقش فيها ماذا نقدم ايش قدمنا العام الماضي ايش نقدم العام القادم فيما يعود على الطلبة بالفائدة يعني ننمي اجسادهم كما ننمي عقولهم انه العقل السليم في الجسم السليم فكان بيهمني انا كمدرس تربية الرياضية ان اشياء طبائي اصحاء اي عفوا طلابي اصحاء اصحاء وبالتالي نحن نضمنهم ان شاء الله كون عقلهم كمان سليم ويستوعب دراستهم فكان هذا المؤتمرات كل سنة بنعملها الاسبوعين زمان بنعدل كلنا حتى كونا بنلعب رياضة ومقيم شبه مهرجان انه لمدرسي التربية الرياضية بما انه لك علاقة منذ الصغر مع الرياضية تربية هي احب انواع الرياضة الى قلب الفنان محمودة وغريب اشتركوا في القناة 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 هي من الصورة واحدة هي صور تعلقوا بذهني دائما كلما قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى صورة سيئة تراها بشكل دائم وتمطعد لها وانت تتجول في الشارع صورة اطفالهم بيبيعوا العلك على السيارات صورة الفنان الاردني في ذهن المشاهد العربي والاردني لا هذه بدأ اجابة شوية طويلة لانه فعلا انا بزور الدول العربية كتير فصورة الفنان الاردني صورة مشرفة ويكفي انه يمر بايشارة حتى يناديه باسمه وباسم المسلسلات اللي اشترك فيها صورة رأيتها واحزنتك وصورة اخرى رأيتها وافرحتك الصورة اللي احزنتني كثيرا صورة طفلة كنت في الاسعاف جابوها محروقة طفلة صغيرة تأثرت منها كتير والصورة افرحتني شوف الطفل في نفس الوقت وخارج من الاسعاف وسليم وعافر صورة مزقتها من اول ما رأيتها صورة خرضت فلسطين بعد التخسيم صورة لطالما حلمت وتمنيت ان تلتقط لك في مكان محبب واثير الى نفسك صورة لي وانا على شاطئ مدينة يافا احلم دون فلسطين وعروس فلسطين هالي اتمنى ان تلتقط لي مرة تاني اخيرا صورة اثرت ان تضعها في القلبوم واحتفظت بها في مكان ما تنظر اليها بين الحين و الآخر الفطلي هذه السورتي انا والحج رحمة الله عليها اللي فارقتني بعد 45 سنة الله يرحمها وطبعا يبقى العزاء بانه هناك اجيال من احفادك وابناتك وابناءك لهم طول العمر ويملؤون عليك المكان بالسعادة ان شاء الله دائما اه ابو غازي في نهاية حديثنا كفريق عمل تلفزيوني حابين نأخذ صورة اذكارية معاك يا اميت اهلا وسهلا انما وسعادكم الارض نحككم على رأسنا الله يخليك تفضلوا شباب تفضلوا يا اميت اهلا وسهلا حياكم الله علينا ابو غازي اهلين استاذ احمد الله محله الجمعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة